بمشاركة معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء المالية ومحافظون مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول ملس التعاون لدول الخليج العربية مع سيدة كريستن لقر مدير عام صندوق النقد الدولي وذلك على هامشي أعمال الاجتماع الخامسي بعد المئة للجهة التعاون المالي والاقتصادي بالرياض في المملكة العربية السعودية التفاصيل مع مراسلنا سامي الحمود من الرياض بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية بمملكة البحرين عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية ومحافظ مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مدلس التعاون اجتماعا مشتركا في الرياض مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستيل لاغارد هذه المرة كان صندوق مكلف بعداد عدد من الأوراق عدد ثلاثة أوراق تحديدا عن التغير في أسعار النفط وأيضا عن مسائل التمويل وأيضا فيما يتعلق بالصراحة للداري والهيكلي الصندوق قدم هذه الأوراق وقدم إجاز الأسعار مع الوزراء وتم طبعا مناقشته في الأوراق التي قدمها طبعا بهذه الوقت تمثل وجهة نظر الصندوق النقد الدولي والوزراء لهم أيضا نايفي حول الموضوع وكان الناقش مفيد خلاصه إلى نتائج تتعلق بالعصير بما تواجهه المنطقة من تحديات اقتصادية وتنموية وتم خلال الاجتماع بحث القضايا الاقتصادية الخاصة بدول مدلس التعاون وتطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للمنطقة هذا العام هناك موضوعين مختارين كذلك ناقشناهم الموضوع الأول هو تنويع مصادر دخل الحكومات والثاني موضوع يتعلق بالاصلاحات المطلوبة لاصلاحات هيكلية لزيادة الانتاجية في دول المجلس وكان صندوق النقد الدولي قد أكد على أن دول مدلس التعاون تواجه تحديات كبيرة جراء انخفاض أسعار النفط ما يحتم عليها مواصلة إجراءات خفض الانفاق خلال الخمس سنوات القادمة والعمل على توفير إرادات غير مرتبطة بالنفط صندوق النقد الدولي في سنة 2016 خال بأن النمو يتوقع أن يكون بنسبة واحد سبعة من عشر بينما كان في سنة 2015 ثلاثة وأربعة من عشر لسنة 2017 هو ثلاثة من عشر وطبعا بناء على هذا الوظف أن كل بلدان المجلس التعاون الخليجي قد بدأوا بإصلاحات لكي يتعاملوا مع هذا الوظف يرجح صندوق النقد الدولي تحسن النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون بنسبة ثلاثة في المئة خلال العام القادم سامي الحمود تلفزيون البحرية الرياض